نروح بقى لليه اللي تم النهاردة وزير الشباب والرياضة يطالب اللجنة الخماسية بالاجتماع بالاندية تمهيدا لعودة الدوري مطالبة الحقيقة بقى لنا فترة كبيرة عمالين نقول كده جماعة عدوا مع الاندية فالنهاردة السيد وزير الشباب والرياضة الدكتور قاشف صبحي لو تفتكره هو الراجل كان معنا وكان صديقا لما قال لنا حيبقى في اجتماع مع سيدة دكتورة وزيرة الصحة وبناء على الاجتماع ده لا تنتظروا قرارات قال مفيش قرار له علاقة باستقناف بطولة الدوري ولا له علاقة بالنشاط الرياضي هيبقى مباحة فات وفعلا الاجتماع حصل ما كانش خارج منه اي قرارات ولكن خارج منه مناقشات حول عدة امور ازاي نعمل اجراءات معينة ازاي بروتوكولات المعينة اللي احنا بنتبعها اه كلها دراسة مشهد انما مفيش قرار فدي جزئية برضو مهمة انه الدراسة بتاخد وقتها وفيها اه تقاني كبير الوزير النهاردة كان في اجتماع مع اللاجنة الخمسية وقال لهم الضابط اللي وضعها اه مجلس الوزراء ووزارة الصحة اه سواء اه ارتداء ال 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 تطهير والالحاجات اللي شابها كده دي لازم نفضل اه شغالين عليها وقال لهم كمان ان الحكومة والوزارة بتوفر كل الظروف المناسبة اللي هي عودة النشاط والاتحادات عليها وضع الخطة بتاعة العودة هو مش بيتكلم بس هنا على اه كرة القدم انها بيتكلم على كل شيء كل شيء اللي افهمه اللي حقوله لكم مباشرة انه هناك عودة ستتم بشكل تدريجي واللي نقدر نستشفه من مكالمة دكتور حسن كمال مبارح انه هنبتدي بالتصنيف حسب كل رياضة ومدى خطورتها هنبتدي بتصنيف الرياضات قليلة المخاطر زي رياضات السباحة والتنس الارضي وبعدين المتوسطة اللي هي بتاعتنا اللي هي اللي احنا بنتكلم عليها بتاعة الكورة او عالية المخاطر اللي هي المصارعة واللي فيها الالتحامات ومش تلامس بقى زي ما حضرتكم عارفين الالتحامات بتبقى قوية جدا جدا دي التصنيفات التلاتة اللي الناس بتشتغل عليها وبناءا عليها سيتم العودة التدريجية خلوني يبقى امين معاكم واقول لكم الكلام ما بقاش على هنلعب الدوري ولا مش هنلعبه هو الكلام بقى على الاستقناف التدريجي فبنبص للاجندة وبنبص للورق والقلم بتوعنا بمعاملين ازاي لان اللي انا هقوله لكم ده ده نتاج يعني يعني مصادرنا ومعلوماتنا وحاجات كتير جدا جدا انه بيتم النظر دلوقتي للجدول الزمني للجدول الزمني والفكرة التعايش مع فيروس كورونا الفكرة كلها على بعضها بقت مختلفة يعني البلد بتفكر كده الوزارة شاب الرادة بتفكر كده ما بتفكرش في حاجة تانية يعني مش مش فكرة الغاء نشاط رياضي فاحنا هتبقى نقطة وحنوقف لا 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 هي الفكرة طيب احنا الجدول الزمني بتاعنا هيبقى عامل ازاي والحد امتى لو قلنا ان احنا هنرجع فيبقى ده توقيت مناسب فنعرف نرجع البطولة بالكامل فما يقصرش على مستقبل الموسم اللي جاي شوف بقى الوضع بقول لحضرتك بقى مختلف تماما وبالتالي بقى كل تفكير تفكير الوزارة كله بقى منصب الوزارة وكل الناس اللي عاملين في الملف ده تحديدا ومن ضمنهم طبعا السادة الاطباء بقى الفكرة انه طيب يا جماعة الجدول الزمني ده لو هيعجزنا طيب احنا تدريجيا نقدر نرجع لحد امتى طيب لو مرجعناش ده يبقى شكلنا عامل ازاي في الموسم اللي جاي فنبتدي من الموسم ده لانه كل الاجراءات اللي بتتقال هي اجراءات تعايش مع الفيروس نفسه لانه هناك حالة من حالات يعني يقولك ايه خلاص اصبح امر واقع هذا الفيروس اما انت تعايش باجراءات وقائية عالية او انك تنسحب من المشهد تماما فما ظنش انه فيه دولة في العالم هتنسحب من مشهد الشغل والاقتصاد في كل مناحي الحياة كل الكلام اللي بيتقال انه على المدى البعيد انت بتأخر شوية فكرة الاصابات وفي نفس الوقت كل اللي انت بتعمله انه تدريجيا بترجع نشاط 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 فصدقوني الفكرة حتى كمان بقت اعمق من موضوع دوري وكورة ويرجع ولا ما يرجعش ما بقاش كده بقى احنا حنقدر نشتغل وحنشتغل بالشكل الفلاني وبالطبيعة الفلانية مش كل الناس كانت فهم المشهد كده وكل الناس كانت عطلانة على فكرة طب هو الدوري يرجع ولا الدوري ما يرجعش الموضوع بقى واخد بسحات تانية من التفكير على كل اتمنى ان شاء الله باذن الله ان الامور تمشي بشكل كويس اشتركوا في القناة